استكملت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية مكونات مشروع المرحلة الأولى من تدخلاتها في القطاع الصحي بمحافظة شبوة والتي سادف تطوير بنية الخدمات الأساسية والتحتية في أربعة مستشفيات مخوارية بالمحافظة وأشرف الوكيل المساعد للمحافظة علي الكندي وبحضور ممثل المؤسسة عبد الحميد أبو بكر على عملية توزيع سبعة سيارات إسعاف جديدة على المستشفيات المستهدفة من الشيخ عبد محمد الوزير محافظة المحافظة حفظه الله نقوم بتدشين وتسليم مكتب الصحة في المحافظة عدد سبعة إسعافات لأربعة مستشفيات من مؤسسة خليفة ومن دولة الإمارات الشقيقة حفظهم الله فنتمنى من دولة الإمارات ومؤسسة الزايد حكومة شعبنا المزيد من الدعم في اليمن والأبناء شبوة خاصة وأكد ممثل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بمحافظة شبوة عبد الحميد أبو بكر إن إسعافات الإخلاء الطبي التي تم تسليمها اليوم هي استكمالا للتجهيزات المقدمة للمستشفيات الأربعة في شبوة ومستشفى حريب العام المرحلة الأولى لدعم القطاع الصحي ضمن المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن اليوم بمشاركة الأخ وكيل حافظة شبوة الأخ مدير الصحة بتسليمهم دفعهم من السيارات المقدمة من أساسة خليفة مزايد وهي عدد فش سيارات إسعاف مجهزة مقدمة من أساسة خليفة مزايد لأعمال الإنسانية وعدد سبع شيارات قسمت لمحافظة شبوة لعدد أربعة مستشفيات إضافة إلى شيارتان لمستشفى حريب العام في محافظة مارفة ترجمة نانسي قنقر